السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت تشغل المايكرويف وفجأة الفيوز طرب. والمفتاح اللي في اللوحة نزل. والمايكرويف مش تغلتش تاني مرة. تعال اقول لك تسعة وتسعين في المية من حل المشكلة دي بيكون فين بالزبط في المايكرويف. طبعا بعد ما ترفع الكهرباء مباشرة في البيت. لو الفيش اللي عندك زي كده هتفحص الفيوز اللي هنا. هنا في فيوز بترفع الغضب ده وتفحصه. في فيوز تاني كمان بيكون هنا. اللي هو تحت ده اللي هو الخزف. اللي هو ده. وكمان في قطعتين حماية من الحرارة العالية طالما الافو متر في ايدك وانت بيتيس حاولت تقيسهم بالمرة. القطعة دي اللي هنا ودي بتكون عبارة عن اوفرهيت. والقطعة التانية بتكون هنا. لكن الافلة اللي حصلت عندك بيكون سببها سويتشات الباب. سويتشات الباب اللي هي دي. الجزء الاصمر ده. دي سويتشات الباب. اللي هي هتتحرك دلوقتي لما انا افتح الباب. واقفله. دي بتكون سبب الشرط. لكن الشرط ساعات بيأثر زي ما قلنا على الفيش او اي فيوز من الفيوزات دي. بعد ما تشيك على كل ده. لازم تشيك على سويتشات الباب. سويتشات الباب بتشيك عليها ازاي? بتفك المصمار دهو. والمصمار دهو. وبعدين بتاخد بالك انا فيه لك شفت اللك كده. واللك كده. بس بترفع دي كده. بتلاقيها بتخرج معك بالشكلة. طب ليه بيحصل قفلة في السويتش الباب. السويتش الباب زي ما احنا شايفين كده معنا السويتش هو ضرفين. الحركة دي بتاعت فتحة الباب وقفلته بيوصل فيه بداخل المفتاح قبلتين بيوصل وبيفصل. بيوصل وبيفصل. لما بيكون تالف او مع الحرارة بتاعت التشغيل. بيكون قبلتين الداخلي لازق في بعضه. يعني انت بتضغط كده او تفتح في كده الحالات الكتابة الداخلي موصل لبعضه. لازق يعني. فانت بتقسم بالافو متر ايه اللي هو موصل على طول مع الحركة او مع ضد الحركة يعني معه او اه بدون الحركة بتلاقيه دايما متوصل. فده بتغيره. ده اللي عامل الافلة مع التاني لانه المفروض واحد يدخل واحد يخرج فهم عكس بعض. علشان يعمل اه امان اكثر لباب الميكرويف. فعمل تلات سويتشات. تلات يعتبروا عكس بعض. فلا بيكون فيهم واحد لازق فواحد بيخرج واحد بيدخل فبيحصل افلة.